ومن الناحية الطبية للناحية النفسية التعليمية هيكون معانا دلوقتي الأستاذة نجاح علي رئيس نادي أدب ثقافة الخانكة ورئيسة صالون نجاح بالخانكة وأستاذة التربية والتعليم وأستاذة التوجيه النفسي ونطلع نشوف أستاذة نجاح هتقول لنا إيه عن دور الأسرة وأهمية السبات النفسي لدى الأسرة حتى ينتقل للأبناء يلا بينا نطلع نشوف أستاذة نجاح هتقول لنا إيه